مرحبا فيكم مشاهدين على هامش الدورة الثالثة في مهرجان الجونا السينمائي حيث نلتقي وياكم بالفنان المبدع أمير عيد برحب فيك معنا على شاشة لغد أمير يعني أنت في مهرجان الجونا في هذه الدورة تشارك ولأول مرة في فيلم فيلم لما ابنت ولد يعني خبرنا عن التجربة الأولى لإلك في التنسيق الحقيقة التجربة مليئة بالمغامرات والسراعات اللي هي بقى يعني هل أتخذ الخطة دي ولا ما أخدهاش ولا أعمل إيه لأن النقطة البداية عندي كانت أكتر الموسيقى في الفيلم حتى يعني كان أنا دوري في الفيلم أن أنا أعمل أغاني في فيلم فتحول أن أنا لقي قصة داخل الفيلم مهمة وتتطلب تمثيل ودي حاجة أنا مش بفهم فيها كويس فبالتالي اضطريت أن أنا أحاول أذاكر الموضوع وأحاول أوزنه وفي النهاية تجربة مختلفة كلية لعن الموسيقى يعني أنت بتخش تجرب التمثيل وبعدين بتقعد مش عارف أنت عايز تكمل فيه ولا لأ لأ لحد لما فيلم بينزل بقيتش فروزة فعل الناس وبرده لسه مش عارفة تكمل فيه ولا لأ لكن في الموسيقى أعتقد بتبقى عارف من أول لقطة الأغنية عملت إزاي؟ لكن التمثيل والسينما بصافة عامة بتتطلب وقت كبير شواء أنت تلقى نفسك معك في فيلم عمر عابد دهانا حمدان ابتهال السريطي وعدد من الممثلين خبرنا عن كواليس تصويركم كيميا كيف كانت ما بينكم وهل في مشاهد معينة يعني يعني صارت موجودة في داخلك مش رح تمساه ده فيه مشهد اللي هو الأب اللي هو أستاذ سامح السريتي وهو بيحضر الحفلة من غير ما أنا أشوفه يعني وفيه مشهد جد جدا عمرة عابت في الفيلم لما نجيله زي حالة أل زهاي المرأة عذا كده مشهدين دي مؤثرين جداً بالنسبة لي زي الأغاني ما كنت بحاولة أبحث عن جوا شخصية كل واحد أنا عامل غناية عليه فتعلقت بيهم شوية في الفيلم في الكواليس فيه أمور كثيرة كانوا الناس بصراحة مراحبين قدنا متعاونين مع واحد ما بيعرفش الناس لسه وكانوا بيساعدوني ما كانش حد لي بيه بيخل عليها للنصيحة خصوصاً البسانت اللي أنا كانت بتطلع مهافة وأكدت كانت بتطميني تقولي يعني ما تخافش أعمل كذا كذا فده الحالات اللي أنا فكرها عليها أمير خليني أطلع خارج سياق الفيلم وأذهب إلى ألبومك الأخير أبنى البطة السوداء حابب أعرف شو الصدر اللي وصل لك عن الألبوم حتى الآن وهلكم تتوقع هذا النجاح للألبوم حتى هذه اللحظة؟ الحاجات اللي سعيد بيه جداً في السنة دي هي الألبوم أبنى البطة السوداء لأنه كل فنان بيوصل لـ Prime فاعدتها يعني الألبوم اللي فات لوقت نقطة بيدا كنت مش قصدي Prime النجاح يعني قصدي Prime في الإبداع بتاعك إن أنت بتوصل لمرحلة بتعرفش يعني بتفضل تعيد نفسك بعديها فكان لازم الفنان يفتح لنفسه بوابات جديدة وده تحقق بالنسبة لي من خلال ألبوم أبنى البطة السوداء إنه فتح لي بوابات جديدة ومساحات جديدة للإبداع في الألبومات القادمة من خلال تجربة الألبوم ده هقدر أن أروح بعد كداحة التانية فالبوم بالنسبة لي كان ملهم ليا شخصياً واستمتعت بي جداً واتفاجأت إن الناس كلها استقبلته بحب ولسه سامع إن أغانيت كان لك معايا في الطوب سومزين لنت سامعي تعدلش الستولش في المدين إيست الصيف وهمش هناك صيف قوي فأستغرف فكنت سعيد قوي بالتجربة على الحقيقة أنت كيف بتختار أغانيك في ألبوماتك؟ يعني ما هي المعيير اللي بتقول والله هذه الأغنية بتمثلني أو بتحس فيها أكتر فرح الجمهور يعجب بها؟ أنا بألف الأغاني أنا بكتابها وبرحنها فبالتالي السيجن الرئيسية أو الإشارة الرئيسية اللي بتخذيها أنا بفهم من دي أغنية حقيقة لما بعندي هوس بيها يعني مثلاً إيه معرفش أنا نام أفكر فيها بالليل أعرفش اتناها؟ أه أفكر فيها أنا سايق أفكر فيها أنا قاعدني مع ناس فتبدأ تبقى في مخي عاملالي هوس أحبها فأعدد رعرف إن أغنية دي عشرة وبينها هيحصل حاجة بيننا وفي أغاني بتيجي بألاقي نفسي إن أنا أحيس إن أنا بشتغل إنما بسحى بينهم يا دي هاشتغل على أغنية هي الحرف ده فبلاقي نفسي إن دي أغنية مش بحسها لكن دايماً بقى الإشارة الرئيسية عندي لفقة الهوس إن أنا تهوز بالأغنية أنا أعيش فيها عايزك تخبرني وانت لايف عالمسرح قدام جمهورك لايف كيف بتتفاعل مع جمهورك لايف عالمسرح؟ يعني شو الشعور يلي بيجي لك وانت عالمسرح قدام جمهورك؟ إن شعور المسرح بالنسبالي أكتر مكان بحيس فيه براحة وطمأنينة وبحس إن أنا في بيتي أكتر مكان بالذات الحفلات نشيل أي حاجة تانية لأن المسرح جمهور دو ناس شبهي وبيننا أخوة كبيرة أوي وبيننا تشبه في الأفكار كتير جداً فما بقصت الناس دي بحس إن أنا قصت أكتر حتة أمان يعني عائلتي بس الكبيرة أوي يعني وده مش كلام مستهلك أو مرغرض منه دغدغت مشاعر الجمهور ولكن ده الشعور الحقيقي اللي بيوصل لي لما بشوفوا شو الشو الشب الناس اللي بتسمعنا يعني اسمهم إن أنا شبعهم فكروني بنفسي وأفكرهم أنا بفكرهم بنفسهم في علاقة جميلة جداً يا الكليبات تبعتك دائماً بسيطة ما بتعكملش على إنتاج ضخم نعم خبرني أكتر على الإنتاج الكليبات تبعك الفيديو كليبس دي حاجة خداعة جداً يعني أنا ممكن أعمل وغناية بساً بتكلم عن الصباح فممكن أنا مش أو بتكلم عن شيء مبهم شوية فممكن المشاهد يتلقاها بشكل بخياله كل واحد يسمعها بخياله فأنا ما بعمله فيديو كليب معين بحجم خياله بخليه ما يتخيلش أي مور يعني ما خليه هو ياخد الأغنية في قلب واحد فقط ولذلك دائماً بحفظ على إن الأغنية تبقى بيزيك ما فيهاش مشاعر واضحة، ما فيهاش علوان واضحة ما فيهاش اتجاه واضح مثلاً إن هو اتنين بيجرع البحر لا مش عايز الأغنية كلها تنحصر في اتنين بيجرع البحر أنا عايز تكون واحد تتخيلها بطريقته أوكي بواحد مثلاً كبير في السن متخيل أنه وزوجته قاعدين متراجع تليفزيون بالليل في إنشاته واحد تانية تتخيلها على البحر واحد تالية تتخيلها بحب أن نسيب مساحة للخيال بتاع المتلطط طيب قديش بتحب تتفاعل على السوشيال ميديا مع جمهورك وهل متفاعل مع جمهورك على السوشيال ميديا؟ من الحقيقة أنا بقية أكتر من سنة ونوص سنتين مش بركز خالص مع السوشيال ميديا لأن كنت بضيع وقت كتير ولكن عندي عادة كده من لازم كل فترة بعمل على الاسك الوبسائد كده بيرد على أي حد عندي سؤال بحاول أرد عليه بحاول أتواصل معهم أي حد مثلاً بيقول نقد بحاول أسمعه يعني أي حد بيستثرف بحاول أستثرف عليه وهكذا يعني أمير أنا بشكرك شكراً جزيلاً وبتمنى لك كل التوفيق وبنشوفك في ألبومات وأعمال مختلفة شكراً جداً جداً أتشرفت فرس سعيدة ألا فيك شكراً